بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم الأعداد الكسرية الجزء الثاني من هذا الدرس تعلمنا في الدرس السابق تمثيل الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية وقلنا أنه عند كتابة الكسور لأكثر من واحد فإن هناك طريقتين الطريقة الأولى طريقة الأعداد الكسرية والطريقة الثانية هي طريقة الكسور غير الفعلية لاحظ معي هذا التمثيل هو عبارة عن ثلاثة كما تشاهدون هنا ثلاثة صحيح وخمسة على ثمانية إذا نستطيع أن نمثلها بثلاثة وخمسة على ثمانية ونفس المقدار تماما نستطيع أن نمثلها بتسعة وعشرين على ثمانية أي أنه يوجد لدينا في جميع الأشكال تسعة وعشرون ثمنا أما درسنا اليوم فسنتعلم التحويل من عدد كسري إلى كسر غير فعلي والعكس كما سنتعلم التعبير عن الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية على خط الأعداد لاحظ معي التمثيل السابق ثلاثة وخمسة على ثمانية هي نفسها تسعة وعشرون على ثمانية في الكمية ولكن تختلف صورة التمثيل وهذا يعطينا دلالة وهي أن ثلاثة وخمسة على ثمانية تساوي تسع وعشرين على ثمانية إذا لابد من وجود طريقة للتحويل بين هذين الشكلين نأخذ المثال في هذا المثال أكتب العدد الكسري التالي على شكل كسر غير فعلي يترى كيف هي الطريقة في البداية سوف نذكر طريقة وهي الطريقة الأساسية ثم سنتعلم طريقة أخرى وهي طريقة أسهل في إيجاد الكسر غير الفعلي عن طريق معرفة العدد الكسري في البداية نقرأ هذا العدد الكسري اثنين وأربعة على خمسة كيف نكتبه على صورة كسر غير فعلي أولا أكتب العدد الكسري على شكل مجموع عدد وكسر بهذه الطريقة يوجد لدي العدد اثنين زائد أربعة على خمسة الطريقة الثانية أكتب العدد الصحيح على شكل كسر ولكن هذا الكسر له نفس المقام إذن سوف تبقى لدي عملية الجمع والأربعة على خمسة كما هي نريد أن نكتب الاثنين على هيئة كسر يكون المقام فيه خمسة ما هي الطريقة؟ لاحظ معي أن الواحد الصحيح هو خمسة على خمسة ويساوي واحد إذن يوجد لدي خمسة أخماس في الواحد إذن إذا أضفت للواحد واحد آخر لكي يصبح اثنين نضيف أيضا خمسة أخماس أخرى فيكون عندي عشرة على خمسة زائد أربعة على خمسة إذن هذه هي الصورة التي أريد أن أتوصل إليها الآن نجمع البسط مع البسط ويبقى المقام كما هو ناتج الجمع هو عبارة عن عشرة زائد أربعة على نفس المقام وهو خمسة وبذلك لاحظ معي أن هذا قريب جدا من صورة الكسر وهو الكسر غير الفعلي الذي نريد أن نتوصل إليه إذن ثنين أربعة على خمسة تساوي عشرة زائد أربعة أربعة عشر على خمسة إذن الجواب أربعة عشر على خمسة هذه طريقة سهلة ولكن سنتعلم طريقة أخرى أكثر سهولة نستطيع كتابة الكسر غير الفعلي بالطريقة التالية أولا نضرب المقام في الجزء الصحيح خمسة ضرب اثنين تساوي عشرة الآن نجمع العشرة زائد البسط عشرة زائد أربعة تساوي أربعة عشر سيكون الكسر غير الفعلي أربعة عشر على نفس المقام وهو خمسة ويساوي أربعة عشر على خمسة إذن هذه الطريقة سريعة في الحساب وتعطيني نفس النتيجة التي توصلنا إليها باستخدام الطريقة الأولى تمرين واحد أكتب العدد الكسري التالي على شكل كسر غير فعلي نقرأ العدد الكسري ستة وثلث أو ستة وواحد على ثلاثة بنفس الطريقة نضرب المقام في الجزء الصحيح ثلاثة ضرب ستة تساوي ثمانية عشر ونجمع إلى البسط ثمانية عشر زائد واحد تساوي تسعة عشر الكسر غير الفعلي لهذا العدد الكسري هو على نفس المقام ثلاثة وبالناتج الجديد وهو تسعة عشر إذن الكسر غير الفعلي هو تسعة عشر على ثلاثة بنفس الطريقة سوف نحل هذا التمرين أيضا العدد الكسري هو واحد وسبعة على ثمانية أولا نضرب المقام في الجزء الصحيح ثمانية ضرب واحد يساوي ثمانية ثم نجمع إلى البسط ثمانية زائد سبعة تساوي خمسة عشر جميل جدا الآن نكتب الكسر الجديد وهو كسر غير الفعلي يساوي على نفس المقام خمسة عشر على ثمانية خمسة عشر على ثمانية مثال اثنين في هذا المثال سوف نقوم بتحويل الكسر غير الفعلي إلى عدد كسري والذي سيختلف لدينا هو الصورة أما الكمية فستبقى كما هي يا ترى كيف هي الطريقة الطريقة هي عن طريق استخدام القسمة التي تعلمناها سابقا الآن نريد أن نقسم خمسة وعشرين وهو البسط على المقام وهو سبعة وبعد أن ننتهي من عملية القسمة سوف نتعلم كيف نكتبها باستخدام عملية القسمة الآن خمسة وعشرين تقسيم سبعة كيف نحلها يا ترى نبحث عن عدد نضربه في سبعة يساوي خمسة وعشرين الآن نعود إلى حفظ جدول الضرب ما هو أقرب عدد في نواة جدول الضرب السبعة من الخمسة وعشرين هو العدد واحد وعشرين جميل جدا كيف نحصل على الناتج واحد وعشرين عن طريق ضرب السبعة في ثلاثة فنكتب الثلاثة في الأعلى خمسة وعشرين تقسيم سبعة يساوي ثلاثة هيا نضرب ثلاثة ضرب سبعة يعطينا واحد وعشرين الآن نطرح خمسة وعشرين نقص واحد وعشرين تساوي أربعة هذا هو ناتج القسمة وهذا الباقي ننتهينا من عملية القسمة الآن كيف نكتب الكسر غير الفعلي على هيئة عدد كسري أولا سيكون عندي ثلاثة أجزاء عدد صحيح وهنا في الأعلى بسط وفي الأسفل هنا مقام الجزء الصحيح هو ناتج القسمة وهو ثلاثة هنا والمقام سيكون السبعة ولاحظ أن المقام هنا السبعة هو نفس المقام هنا إذن هذا لن يتغير أما الأربعة وهي الباقي فستكون في محل البسط هيا نكتب العدد الكسري الناتج يساوي ثلاثة والمقام سبعة والبسط أربعة إذن الكسر غير الفعلي خمسة وعشرين على سبعة يساوي العدد الكسري ثلاثة وأربعة على سبعة إذا أردت أن أتأكد أقوم بضرب السبعة في ثلاثة تعطينا كم؟ تعطينا واحد وعشرين ثم أضيف إليها الأربعة 22 23 24 25 لاحظ معي أنها أعطتني نفس البسط والمقام يبقى كما هو نأخذ تمرين على تحويل الكسر غير الفعلي إلى صورة العدد الكسري كيف نقوم بذلك؟ نكتب تسعة تقسيم أربعة بشكل القسم المطولة ونوجد الناتج تسعة تقسيم أربعة تساوي اثنين وفي جدوى الضرب الأربعة عندما أضرب اثنين ضرب أربعة تساوي ثمانية وهي أقرب عدد للتسعة الآن نطرح تسعة ناقص ثمانية تساوي واحد العدد الصحيح هو خارج القسمة الاثنين والمقام هو نفسه الأربعة وأخيرا البسط سيكون الواحد إذن الكسر غير الفعلي تسعة لأربعة يساوي العدد الكسري اثنين وهو الجزء الصحيح والمقام أربعة وهو نفس المقام للكسر غير الفعلي أما البسط فسيكون الباقي وهو الواحد أريد أن أتأكد الآن أضرب أربعة ضرب اثنين تساوي ثمانية زائد واحد تساوي تسعة وهو بالفعل نفس هذا البسط إذن إجابتي صحيحة مثال ثلاثة وآخر فكرة في درسنا لهذا اليوم عبر عن النقطة ألف بعدد كسري وبكسر غير فعلي هيا لنشاهد الآن لاحظة نطول فترة التدريج على خط الأعداد بين كل عدد صحيح وعدد آخر مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وهنا واحد اثنين ثلاثة وما نصل إلى الواحد الصحيح نكمل واحد اثنين ثلاثة ثم نصل إلى الاثنين واحد اثنين ثلاثة ثم إلى الثلاثة وهكذا إذن سيكون لدي ثلث ثلثين وأخيرا واحد صحيح ثم نكمل الواحد الصحيح مضافا إليه أيضا ثلث واحد وواحد على ثلاثة ثم واحد وثلثين أي واحد واثنين على ثلاثة ثم الاثنين بنفس الطريقة نكمل 2 و 1 على 3 ثم 2 و 2 على 3 ثم نصل إلى 3 ونكمل بنفس الطريقة 3 و 1 على 3 إلى آخره هذه هي الأعداد الكسرية من الواحد فما فوق أما الأجزاء الأقل من الواحد فهي كسور اعتيادية 1 على 3 و 2 على 3 الآن هذه كلها صور الأعداد الكسرية نأتي إلى كسور غير الفعلية نبدأ من هنا 1 على 3 هذا كسر فعلي و 2 على 3 نأتي إلى الواحد يساويه 3 على 3 وهذا كسر غير فعلي ثم نكمل بإضافة الأثلاث 4 على 3 5 على 3 6 على 3 7 على 3 8 على 3 9 على 3 10 على 3 إلى آخره لاحظ معي أن 1 على 3 و 2 على 3 هي الكسر الاعتيادية أما من الواحد الصحيح فما فوق أي الكسور التي تكون أكبر من الواحد فيكون لها تسمى كسور غير فعلية نعود إلى المطلوب النقطة ألف هذه النقطة هي عبارة عن 1 و 1 على 3 و 4 على 3 توصلنا الآن إلى الجواب نستطيع أن نعبر عن النقطة ألف ب 1 و 1 على 3 كعدد كسري أما بكسر غير فعلي فهو 4 على 3 هيا لنأخذ تمرين إضافي على هذه الفكرة عبر عن النقطة هي بعدد كسري وبكسر غير فعلي الخطوة الأولى أشاهد التقسيم الأقل من الواحد لاحظ من الصفر إلى الواحد مقسمة إلى جزئين إذن عرفت المقام سيكون 2 وكذلك من 1 إلى 2 مقسمة إلى جزئين إلى آخره فيوجد لدي بين كل عدد وعدد جزئين فالمقامات سوف تكون 2 إذن عرفت الآن هذا التقسيم هو بالنصف فنقول هنا من صفر إلى 1 نصف واحد ثم أكمل واحد ونصف اثنين وهكذا هيا لنذهب إلى النقطة ي لاحظ النقطة ي هي عبارة عن عدد أكبر من الخمسة فنقول هنا خمسة يليها ستة بينهما في المنتصف إذا قلنا المقام 2 خمسة وواحد على اثنين أما بصورة الكسر غير الفعلي نعد الأنصف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إذن إلى النقطة ي عديت أحد عشر نصفا أو أحد عشر على اثنين وبذلك تكون النقطة ي تساوي إما خمسة وواحد على اثنين أو أحد عشر على اثنين أحسنتم مبارك الله فيكم والآن وصلنا إلى مرحلة التقويم أكتب التمثيل التالي على شكل عدد كسري وكسر غير فعلي العملية الآن أصبحت سهلة جدا بالنسبة لي أستطيع أن نعبر عن العدد الكسري بقراءة أولا عن الأجزاء الكاملة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن الجزء الصحيح من العدد الكسري هو خمسة و الآن نكتب الكسر لاحظ أن المقام سيكون أربعة لماذا؟ لأن جميع هذه الأشكال مقسمة إلى أربعة أجزاء فنقول هنا أربعة 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 إذن خمسة والمقام أربعة الذي يزيد عن الخمسة الكاملة ربع واحد فقط أو جزء واحد فقط من أربعة أجزاء إذن العدد الكسري هو خمسة وواحد على أربعة أما الكسر غير الفعلي فاستطيع أن نوجده بتحويل الخمسة وواحدة الأربعة أو بعد الأجزاء هيا نعدل الأجزاء واحد ثنين ثلاثة أربعة لاحظ معي هنا أربعة مكررة كم مرة مرة مرتين ثلاث أربع خمس مرات إذن نضرب أربعة ضرب خمسة يساوي عشرين بطبيعة الحال سيكون مقام أربعة ولدي هنا في الأجزاء الكاملة عشرين وهنا واحد فوق العشرين فنقول واحد وعشرين واحد وعشرين على أربعة نأخذ تمثيلا آخر العدد الكسري سيكون لديه في الجزء الصحيح واحد اثنين إذن اثنين وهنا كل شكل مقسم إلى ستة أجزاء فالمقام سيكون ستة والبسط سيكون المقدار المتبقي من هذا الجزء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن سيكون لديه في البسط خمسة العدد الكسري هو اثنين وخمسة على ستة أما الكسر غير الفعلي فسيكون بنفس المقام ستة سوف أوجده عن طريق تحويل العدد الكسري ثم أتحقق باستخدام النموذج ستة ضرب اثنين اثنى عشر زائد خمسة سبعة عشر إذن الكسر غير الفعلي هو سبعة عشر على ستة هيا نعد الأجزاء لديه هنا ستة وهنا ستة ستة زائد ستة اثنى عشر نكمل العد ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر وبالفعل سبعة عشر على ستة هذا التمثيل هو عبارة عن خط للأعداد هيا لنمثل بالعدد الكسري العدد الكسري في البداية هنا صفر واحد وهو ما قبل الاثنين إذن الجزء المكتمل هو واحد صحيح فأكتب واحد أما الكسر فلأن كل عدد صحيح مقسم إلى جزئين فسيكون المقام اثنين وأما البسط هنا فهو واحد لأنه يوجد لديه هنا جزء من جزئين أما الكسر غير الفعلي فبالمقام اثنين والبسط بعد الأجزاء جزء جزئين ثلاثة أجزاء أو نستطيع أن نقول نصف نصفين ثلاثة أنصاف إذن سيكون لديه في الكسر غير الفعلي ثلاثة على اثنين تعلمنا اليوم التحويل من العدد الكسري إلى الكسر غير الفعلي والعكس وكذلك التعبير عنها على خط الأعداد وقلنا أنه لتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي فإننا نقوم بضرب المقام في الجزء الصحيح ثم نضيف الناتج إلى البسط فيكون لدي كسر غير فعلي أما التحويل من الكسر غير الفعلي إلى العدد الكسري وهي عكس العملية السابقة بأن أقوم بقسمة البسط على المقام بطريقة القسمة المطولة 25 تقسيم 7 والنواتج التي سأصل إليها العدد الصحيح سيكون هو الجزء الصحيح وأما البسط سيكون باقي القسمة والمقام هو نفس المقام والمقسوم عليه وهو هنا سبعة وأخيرا تعلمنا التعبير عن العدد الكسرية والكسور غير الفعلي على خط الأعداد وذلك بأن نعد الأجزاء حتى نصل إلى الجزء الذي يعبر لنا عن الجزء المطلوب التمثيل عنه نشكر لكم استماعكم ونتمنى لكم التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة